اشتركوا في القناة سبقت بمنزلي واحد وكان فيه خطأ بالحساب عندي يعني خطأ برقمين خربطوا الحساب بالكامل فاعذروني لانه مبارح انا سجلت حلقتين فدخلت المعلومات كلها مع بعض فصار فيه نوع من انواع الخربطة اليوم ان شاء الله بنعدلها اثنين يا ريت تحكولي عن موضوع الصوت فيه ناس كثير تبعث لي بتقولي الصوت مش واضح او الصوت واطي او الصوت خافت مش قادر انا استوعب بسمع الصوت الصوت ممتاز بسمعه على الموبايل ممتاز اشخاص بقولولي لا الصوت واضح فياريت تحكولي انه الصوت هل هو عندي انا بس ممتاز وعندكو مش ممتاز واللي صوت اللي عنده مش واضح هو بفتح على التليفون ولا بفتح على التلفزيون ولا بفتح على الكمبيوتر عشان نقدر نعالج هاي المسألة لانه من جديد انا صرت اسمع عن موضوع الصوت ما كان فيه اي مشاكل في الصوت طول السنوات الماضية وعندي على لفل الصوت عالي جدا يعني اكثر من هيك بطلع يعني الصوت زي ما بنحكيها احنا سبارك يعني بطلع مزعج وبطلع فيه تقطيع وتشويش مش واضح فعشان هيك يا ريت انه توضحوا لي هاي النقطة هاي امر اثنين موضوع الدعم اللي هو اللايكات والكومنت والهذا شكرا للكم جميعا على هذا المجهود ولكن فيه اشخاص بتنسى انها تحط اللايك بتستهين بكبسة اللايك هاي انه يعني مش ضرورية او انه مش بلاش او حد بقرأها ما حدا بيعرف انك انت حطيت لايك ولا ديسلايك لا انا ولا اليوتيوب نفسه بصرح عن هذا الموضوع اللايك تاعك هذا اللي انت بتحطه هو بساعد خروج الفيديو هذا على صندوق البحث اكثر يعني بنتشر اكثر لانه بيعرف انه فيه ناس مأيدة لهذا المحتوى لهذا الفيديو فبينشروا اكثر واثنين لما حد ببلغ عن الفيديو انه هذا الفيديو فيه مشاكل او هذا بدعو للتطرف او مثل ما بتبلغ عنه لما يشوفوا كم عالي جدا من الناس عاملي لايك وقلق اللي عاملي ديسلايك باخدوا هذا بعين الاعتبار انه هاي عبارة عن دعاوة مضللة فانتي بتساعدني في هذا الموضوع هذا دعم لاليو للقناة ولالكم في نفس اللحظة لانه خلال فترة الايام الماضية له من يوم السبت لليوم انا لاحظت انه المشاهدات نزلت نزولها هاي ما بعرف شو السبب هو الناس عندها انشغالات هي الناس ملت من الاسلوب هي انا في عندي مشكلة بطرح الموضوع هو ما بعرف يا ريت مرضو اللي عندهم خبرة في هذا الموضوع انهم يفيدوني في هاي النقطة تحديدا طيب خلينا ندخل على توقعاتنا اليوم اليوم توقعاتنا اليوم الاربعة 27 تشرين الاول اكتوبر القمر اليوم موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وهو الان القمر موجود فيها رح يظل موجود فيها لتمام الساعة 11 ودقيقة من مساء اليوم الثلاثاء 27 عشرة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة وحدة تقريبا ودقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان وبما انه في برج السرطان معناته هذا برج العاطفي فعشان هيك نجد انه اليوم كثير من الناس عندهم طاقة عاطفية عالية وحساسين زيادة عن النظوم فاليوم منحاول انه نخلق جو من الامان انه لأحبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات منها ممكن يضرف الدموع وهو بيقلب صور تذكرية في ألبومه او ذكرياته او يعني بعض القصص او الذاكرة القديمة لأشياء قديمة وخصوصا انه اليوم في زاوية تربيع رح تكون بين الزهرة ونبتون بتحفز الامور السلبية يعني المآسي والظلم والقهر والأشياء اللي زي هيك اللي نجرحوا فيها الناس هي اللي بتظهر على الساحة بهاي الفترة يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بصير في عنا شهية اكثر لالتهام الطعام او رغبة لالتهام الطعام بشكل اكبر علينا تجنب انتقاد الغير لانه في الفترة هاي حساسيتهم بتكون عالية جدا فما رح يستقبلوا هذا الانتقاد منه ممكن نهتم بوجود القمر في برج السرطان لأي مسائل لها علاقة بالبيت والعقار يعني ديكور عقار جديد استجار بيت جديد زراعة نبتة شجيرة الاهتمام بالحديقة بالديكور الاهتمام باطفالنا بالعلاقات العائلية قضاء وقت ممتع في البيت فهاي كلها ايجابياتها بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية هي لها تأثير تقريبا بحدود الخمس ايام او ست ايام ولكن اليوم رح يكون اوجها ساعة وحدة وست دقائق صباحا هاي زاوية تربيع بين الزهرة وبين نبتن يعني بتوقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات عليها فهي بتصير تقريبا بحدود الاربعة وست دقائق صباحا طبعا هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي تتعلق بالجوانب العاطفية الجنسية بتعكر صفونا مزاجنا ولكن هاي زاوية فيها نوع من انواع الخطر دائما اي زاوية لها علاقة بالزهرة ونبتن بزاوية التربيع لها علاقة بالتحرش الجنسي بالقضايا الاغتصاب وخصوصا الضحية في هاي الفترة بكونهم الاطفال كمان هاي زاوية دوليا بتدل على ايش اوه بالعالم المحيط فينا مش فينا كاشخاص في هاي الفترة بنجد انه الصناعات اللي الها علاقة بالصيدل او الترويج للأدوية او للعلاجات بيكون نسبة المعارضة الها والاشاعات عليها اعلى وبتخلي المردود على هاي الامور ضعيف وفي نفس اللحظة بعض الفشل او تراجع في بعض النتائج لبعض التحاليل اللي الها علاقة بالمواد الصيدلية او الطبية برضو هاي بتأثر على الامور اللي الها علاقة بصناعة النسيج او الصناعة الحرفية او اللي بيشتغلوا في مجال الحياكة او صناعة الثياب بنلاقي انه الموديلات بتصير بتتراجع بالفترة هاي واللي بدوينطلق بموديل معين او بتصميم معين بيلاقي انه ما في رواج للسلعة تبعته اللي بيشتغلوا في مجال التجميل اللي عندهم صالونات او سبا او اي اشي اللي علاقة بالتجميل او الاطباء اللي بيشتغلوا بمواد التجميل بالفترة هاي بيصير فيه نوع من انواع التكاسل والتخاذل للعاملين في هذا القطع وبرضو بيصير فيه تراجع بالاقبال على هاي الامور وبرضو مننصح في هاي الزاوية تحديدا لانها واحدة لها علاقة بالعاطفة واحدة لها علاقة بالجمال منقول انه العمليات التجميل بالفترة هاي ما مننصح فيها ومنقول لو تأجلوها لفترة اسبوع بكون افضل لانه هاي الفترة غير مناسبة لعمليات التجميل بكل اشكالها حتى لو كان القمر بشكل زوايا صحيحة ولكن هاي الزاوية تعتبر اقوى لانه هدول اثنين هم مسؤولين عن امور التجميل بحالة نحس فعشان هيك منقول ابعدوا عن التجميل بالفترة هاي الامر الثاني كمان اللي بيشتغلوا في مجال الامور الفنية والاغاني والموسيقى برضو بالفترة هاي بتكون النتائج عكس المتوقع فعشان هيك بيصير فيه نوع من انواع خيبة الامل لدى الفنانين او اللي بيشتغلوا في مجال الموسيقى انه عملهم ما اخذت الرواج او كانت هابطة او مش بمستوى المطلوب لا الو بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون فيه تمام الساعة خمسة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع شوفوا هاي الزاوية مع اللي قبلها معناته الذكريات والوسواس وانه الواحد يفكر بالمشاكل اكثر ويصير له ردات فعل مع مكانه بالسرطان معناته احنا حساسين جدا اليوم ومشاكل الماضي هي اللي رح تسيطر علينا ورح يكون ردات فعلنا لها علاقة بطابع العنف خصوصا انه مزاجنا هو اللي بيتحكم في هذا الموضوع اما بالنسبة للزاوية الثالثة هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 2.47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش هاي بتعزز الخيال الخصب وبتقول حدث اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكورو التجميل شوفوا هون زاوية عارضة يعني هديك بتحذرنا وهاي بتقول لا رح ينجحوا طب انا باخذ مين هاي ولا هديك لا انا باخذ هديك لانه هديك اقوى بانها زهرة ونبتون مع بعض هاي بالنسبة لها تعتبر القمر طيب القمر باخذها بعنصر انه القمر هو سعيد ولا منتحس لا اليوم منتحس معناته هاي الزاوية بيكون لها تأثير على البعض بانه ممكن يمشوا اعمالهم في المجالات هاي يعني اللي بيشتغلوا في هذا المجال بيمشوا اعمالهم وبينجزوا الاعمال اللي موجودة بين ايديهم ولكن بدهم يكونوا حذرين لانه ممكن يكون تشتوت فكري عندهم وما عندهم هالتركيز القوي لاتمام اعمالهم او بكونوا اقل انضباط بعملية الوقت يعني انه بدل ما يشتغل كان يشتغل ثمان ساعات بدون ما يمل هسه بيشتغل الساعة وبعدين بترك وخلص ملوش مزاج انه يشتغل اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وسبع دقائق مساء بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة يعني برضو هاي زاوية عنيفة بتيجي بالمساء الساعة عشرة وسبع دقائق بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بدها تبلش من تقريب الساعة ثنتين ما بعد الظهر على جميع الابرج بالنسبة للقمر موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس اللي هو ثمانية وعشرين عشرة بيبدأ في تمام الساعة ستة ودقيقة صباحا يعني السادس الصباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة التسعة وسبع دقائق صباحا لا ينتقل لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع واحد وعشرين يوم في تمام الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة مساءا بيصبح اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية القمر في السرطان حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية الآن ولكن في ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة خمستعاش في المية عطارد في الميزان حتى يوم خمسة احداش سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في القوس حتى يوم خمسة احداش هو سعيد بنسبة صفر يعني مش منتحس ولكن برضو مش سعيد بميلة السعودة المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة بدأت انتحاسته طبعا ما ذكرنا في حلقة الامس عن انتقال المريخ ففي حلقة كاملة نزلت يوم امس عن الانتقال وتأثيره وزوايا وامتى رح تصير الزوايا وايش تأثير الزوايا وتأثير انتقاله على الابراج ووجوده في العقرب شو بدي اثر ع كل الابراج والطوالع فقال لي ما حضرش حلقة الامس يحضرها اليوم طبعا المريخ بدأ بانتحاس له هو منتحس بنسبة عشرة في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسع وعشرين اطناعش سعيد بنسبة خمسة عش في المية زحل في الدلو حتى يوم اربعة ستة منتحس بنسبة عشرة في المية اورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهم كل يوم في أمور الهاصلة بالبيت طبعا القمر موجود في البيت الرابع يعني التربيع مع برجكم وبما أنه منتحس فمعناته اليوم بتكون ما تحاولوا أنكم تفرضوا وجهة نظركم على أفراد العائلة اليوم بتقدروا تدخلوا تعديل مطلوب على مسكنكم زي ديكور مشتريات مناسبات مثلا ولكن بدك تحاذر من التصرفات العدائية وحاول أنك ما تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعاني من بعض الإرهاق النفسي من بعض الأفكار ممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب بعض القرارات أو التصرفات وهذا الشيء ممكن أنه يسمعك يعني ما بسبب إهمالك أو بسبب كلام جارح فعشان هيك بدك تنتبه للنقطين هذولا وتكون حذر وحاول أنك تبعد عن المشاكل قدر الإمكان بالفترة هاي وما تتخذ قرارات حاسمة برج الثورة طبعا القمر صار في البيت الثالث يعني بيت النشاط وهو بيت حليف لا إلك فتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والمؤتمرات والامتحانات والدراسة يعني كل هاي الأمور اليوم كلها مفتوحة لكل موليد برج الثور فعشان هيك بدك تتحرك ولكن أهم إشي بما أن القمر رح يكون منتحس من ساعات ما بعد الظهر منقول لكم كونوا أكثر صبر على الطرقات انتبهوا أثناء حركتكم أثناء تناقلاتكم هذا يوم مناسب لا اجتياز امتحان تقدر تعبر عن رأيك بهدوء ولا بدون عصبية وبدون إثارة العدوات والتحافظات أهم إشي أنك ما تترك مجال للغموض ما تخلي كلامك مبهم بدك تخليه واضح ودقيق وبيصل بالموضوع ما تحاول أنك تنفعل باستطاعتك مناقشت جميع المواضيع بثقة ومهارة لأنه اليوم ما رح تهدأ وطيرتك وعندك قدرة على الإقناع عالية لكن خلي عصبيتك على جانب برج الجوزاء طبعا القمر الآن موجود في بيت المال فعشان هيك بتفتح فرص لما كاسب مالية بتيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بوعدلهم أو يحصلوا على هدية الأهم من ساعات ما بعد الظهور بتكتخففوا من النفقات قدر الإمكان وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين ممكن تناقش اليوم موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها هاي الفترة بتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء حاول أنك تبرر مواقفك وتوضح أي شيء عندك دون أي سوء تفاهم أهم إشي زي ما حكينا تنتبه لأمورك المالية وشوانك المالية من ساعات ما بعد الظهر من المصاريف لزيادة أو الهروب من الواقع للبذخ أو المشتريات الغير مطلوبة منك برج السرطن طبعا القمر موجود عندكم اليوم فعشان هيك اليوم طاقتكم أفضل من يوم أمس اليوم أنتو مشحونون بالنشاط وحيوية وعنكو قدرة كاملة عن جاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أنه اليوم حاولوا أنكو ما تفرضوا وجهة نظركم على أحبائكم والناس اللي بتتعاملوا معهم وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر اليوم رح ترتفع عندك المعنويات والأجواء رح تكون واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة في حياتك هاي الفترة بتحمل تقدم وأخبار جديدة وممكن تعد يعني النشاط لحياتك اليومية تعتبر فترة جميلة جدا لو لا أنه القمر منتحس ورغم انتحاس للقمر ولكنه برضو يوم يعتبر من أيام السعودة العالية بالزوايا غير زوايا التربيع اللي احنا ذكرناها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن صار موجود في بيت المتاعب بما أنه في بيت المتاعب فاليوم تجدوا هيك أنه ما عندكو طاقة ما عندكو رغبة لعمل شيء بيسيطر عليكو التعب فأنا بنصحكو إذا عندكو أعمال ضرورية ومهمة وعاجلة تمموها ولكن ما تبادر بأعمال جديدة يعني ما تبدأ بعمل جديد إنك والله بدك تستغل الضرق أو هذا إذا مش ملحه بتقدر تأجله أجله لليوم الثاني لبكرة ولكن اليوم بقولك حاول قدر الإمكان إنه بس الأشياء الضرورية والمهمة هي اللي تعملها ممكن تكون الظروف مخيب للآمال اليوم ربما إنه اليوم يحمل لك بعض الخسائر أو الفشل أو حتى التعب الجسدي فعشان هيك بدك تنتبه لكل الأمور اللي ذكرناها ممكن اليوم تفشل أعمالك في حصد النجاح ويخيب تخيب آمالك لتأجيل أو لإلغاء أو حتى إنه ناس توعدك بشيء وما توفي فيه فعشان هيك بدك تكون متأيقد لهذا الأمور بكرة القمر رح ينتقل لعندك بتعوض كل الأمور اللي تأخرت عليك اليوم ولكن اليوم بدك تكون حذر برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم نشاط اجتماعي عالي ولكن بكرة القمر رح يكون موجود في بيت المتاعد فعشان هيك اليوم حاولوا إنكوا تنجزوا كل الأشياء المهمة والضرورية قبل الغد فعشان هيك اليوم فيه منكو أشخاص رح يشاركوا في مناسبة سعيدة أو في نشاط اجتماعي أو لقاء الأصدقاء أهم إشي انكوا تتجنبوا انتقاد أصدقائكم أو معارفكم بناسبك اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو من الأهل أنت اليوم بحاجة للتحالفات يعني الناس تكون معك مش ضدك فعشان هيك لا تكسب عداء حد ممكن تفرح اليوم لتفاهم الآخرين لا إلك وتحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل إلى أجواء مناسبة وجيدة ولكن من ساعات ما بعد الظهر بدك تنتبه ما تنتقد أحد بدون أقول لك ولا حتى بدون ما تنتقدش أحد بيكون أفضل برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين لأن القمر ما زال موجود في بيت السمعة بيتك العاشر اليوم بإمكانكم أو بوسعكم إثبات جدارتكم أمام مسؤولينكم بالعمل رؤساءكم بالعمل زملائكم بتقدروا تدفعوا بمصالحكم بالاتجاه الصحيح إذا التزمت بالأشياء اللي رح أحكي لك إياها فهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك أو بيتعاون معك بالشكل المطلوب فعشان هيك بدك تبذل جهد أكثر فعشان هيك ما تخشى المواجهة أو المنافسة أهم شيء أنك تكون جاهز نتمم أعمالك نداوم بوقتك مش متأخر عن عملك وفي نفس اللحظة واضح بالأعمال بدون مخالفة القوانين أو أي شيء ممكن نجيب لك وجع راس الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق والتوتر فعشان هيك بدك تنتبه من أي سوء تفاهم برج العقرب اليوم القمر في البيت التاسع يعني بيت السفر البعيد بيت الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد العمل بأوراق ومعاملات قانونية كإقامة مثلا قضايا قضائية الامتحانات الجامعية أهم شيء أنه من ساعات ما بعد الظهر بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وأثناء حركتكم اليوم رح تعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي عندك المنافسات والعدوات وهذا الشيء رح يسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن في كل الأمور اللي ذكرناها اللي هو أساسا تتعزز عندك اليوم وعشان هيك يبقول لك اتحرك واستغلها وما تضيع هذا اليوم من إيدك برج القوس بتنهمكم في أمور إلها علاقة بضبط شؤونكم المالية المشتركة بما أنه القمر في البيت الثامن فهو بركز على أموال مشتركة يعني أموال ما بتعود لك لحالك في معك شريك فيها يا بنك يا ضريبة يا تأمين يا شريك في العمل يا الزوج اللي هو شريك في المال هاي كلها أموال مشتركة حتى الميراث أموال مشتركة رغم النفقات اليوم بصير فيه فرص لمكاسب ولكن المكاسب هاي ما بتجيك بجهدك أنت إلى حالك لا بجهد شركاء أو بتجيك على شكل تعويض أو على شكل قرض ممكن اليوم تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع أو لإعادة بعض الأمور اللي نصابها عشان هيك بتحذروا من مخالفة القوانين والتعليمات وحاول أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري يعني زي أموال لا إلك أنت بتطالب أشخاص فيها أو بتحاول أنك تسكر فواتير لا إلك فهاي الفترة ممتازة لهاي الأمور وبتساعدك وبتساعدك وبتسندك برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة لأن القمر موجود لبالكم مباشرة فهذا يوم مناسب لأمور الشراكة كتب كتاب عقد زواج أوراق إلها علاقة بالزواج تطوير محادثة إلها علاقة بالارتباط فهي فترة ممتازة لهاي الأمور للأشخاص اللي بدهم يطوروا أمور الشراكة أو المصالحة خصوصا بين الأزواج فعشان هيك منقول لكم ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن رغم كل الإيجابيات هاي إنه القمر دائما لما بيكون مقابلك تماما بيسحب من طاقتك فهي فترة بتصير متوترة ممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بيتحرك ما يعني أنت عاقد النية بدك تعمل شيء مثلا بتلاقي صارت مشاكل فبترجع خطوة لورا ما بتكمل مش غلط ولكن كرر المحاولات بحذر ممكن تغير نمط معين ما في أي مشكلة زي ما حكينا أهم إشي إنك ما توجه انتقاد لأحد وما تكبر عداء أو مشكلة اليوم برج الدلو القمر اليوم موجود في البيت السادس وطبعا وطبعا تأثير كل الزوايا والكواكب اللي موجودة تقريبا في البيت التاسع البيت الثامن البيت العاشر هذا كله بيخلي العمل يتراكم عندكم فعشان هيك اليوم بتكون حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من أعمالكم دون إهمال صحتكم حاول إنك ما تحمل أكثر من عمل أو تعزم إنك تنجز أكثر من عمل في نفس الوقت أرتب أولوياتك بشكل جيد أهم شي إنه اليوم حاول إنك ما تدخل بمواجهة مع زملائك بالعمل أو زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل وبرضو بدك تنتبه للتراجعات الصحية اللي ممكن تصير في هاي الفترة وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد ما فيه إشي خطر ولكن إذا شعرت بشيء غير اعتيادي اعمل الفحصات أو خذ أدويتك حاول إنك تغير من أولوياتك إذا دعت الحاجة يعني بمعنى آخر شفت هذا الطريق مش ماشي معك في مشاكل يعني غير التكتيك تبعك عشان إنك أنت تنجز أو تراجع خطوة أو كون مرن فما تعاندش على رأيك في الفترة هاي وزي ما حكينا داوم بموعدك ما تتأخرش وحاول إنك ما تتأخر في أداء أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا البيت الخامس هو اللي فعال اليوم وهو بيت الحدود وبيت العاطفي بيت الرغبات بيت الأبناء بيت الأحبة بيت المواهب أو التعارف يعني بيت بجمع كل الأشياء الإيجابية فيه فعشان هيك اليوم دا تتحرك بكل الاتجاهات اللي أنا ذكرتها الآن اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم اللي بيقدم يعني بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالح حول التسوية وكذلك مناسبة للتحارف والارتباط بتحملك هاي الفترة نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك بتكون عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا فعشان هيك اليوم بدك تستغل كل الإيجابيات اللي إحنا ذكرناها هاي وتتحرك لتوطيد علاقة لمصالحة لتقارب مع الأحبة لكل الأمور الإيجابية لا تترك الخيال يسيطر عليك لا تترك الوهم والوسواس يشتغلوا معك فعشان هيك اليوم بدك تتحرك عشان تستفيد من كل اللي إحنا حكيناه طبعا هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم ولكن يابل ما ننهي الحلقة في عندي خبر لازم أنا أحكيه طبعا للي كملوا لهاي المرحلة ومحطوش لايك يحطوا لايك أول شغلة هاي وفي نقطة بدنا نبوهلها احنا يوم الجمعة بتوقيت الأردن بصير عنا توقيت الشتوي يعني بمعنى آخر مثلا أنا بسجل الحلقة الآن الساعة 11 و 18 دقيقة على توقيت الشتوي بتصير عنا 10 و 18 دقيقة مساء يعني بنرجع ساعة لورا بنصير فرق عن توقيت جرينيج ساعتين مش ثلاث ساعات فعشان هيك أنا بنزل الحلقة الساعة 5 بتوقيت الأردن على توقيت الجديد الخمسة هاي بتصير الساعة 4 بتحبوا أظل نزل الحلقة بنفس الموعد ولا أأجل ساعة ولا أقدم ساعة ولا إيش اللي بناسبكم فياريت تكتبوا لهذا الشيء بالتعليقات على اساس أنه إحنا نعرف برضو على حسب وقتكم إذا أنتوا برضو عندكم توقيت في دولكم عشان نظلنا بنفس الوقت هذا نزل حلقتنا اللي هو على الخمسة على الخمسة صيفي أو شتوي بتظلها خمسة إذا بتقول لا نأخذها على جرينيج إنه لا إحنا متعودين على هذا الوقت حتى لو صارت أربعة برضو أنا ما عندي أي مشكلة أنا حلقتي من الساعة 12 بالليل بتكون جاهزة واحدة بالليل بتكون جاهزة قبل بيوم فبكون رافحة على اليوتيوب ومجهزها عملية التنزيل هي أني أنا أعطي بس توقيت إلي للألارم أو أنه على اليوتيوب أنه نزل الحلقة في الساعة الفلانية عشان هيك إذا أنتوا بنسبكم ساعة معينة فأقولولي بالساعة هاي نزلنا الحلقة فاكتبوا ليها بالتعليقات عساس أنه يعني على حسب وقتكم أنتوا لأنه هذا وقتكم أنا بالنسبة لي بكون جاهز يعني بعد مرات بكوني مسجل الحلقات قبل بثلاثة أيام أو أربعة أيام من بثها فعشان هيك بعد مرات بتأخر في التعليق على مسألة معينة أيام طويلة لأنه الحلقات بتكون جاهزة أجساسا ولما بدأ أرد فبرد متأخر في النهاية بشكر الأشخاص المنتسبين لأنه ما شاء الله صار عندنا زيادة اثنين منتسبين وإن شاء الله أنه العدد هذا يزيد مع الأيام شكرا لهم شكرا للداعمين برضو بشكر كل اللي بشاركوا النشطين والكلمات الحلوة الجميلة اللي بتعبر يعني عن فحوى الناس المتابعين لا إلي إنه ناس راقي ومثقفي ومؤدبي وذات أخلاق وحب العلم وحب الثقافي وهذا شيء ممتاز جدا هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر